نعم مدام فيفي نعم بيحملوكي مسؤولية الهزيمة في كاس العالم انت المسؤولة عن صفر المنديال عملت ايه عملت ايه عشان انا اللي اتحملت الرزق الكبير ده اولا انا عايز اقول حاجة لانا ما انا شخصيا ما بعرفش لا في السياسة وما بعرفش في الدين غير حاجات بسيطة جدا ان انا بعرف اصلي الحاجة التانية الكورة انا بحب اللعبة الحلوة عمري ما كنت بفكر ان انا هاعد عشان اتفرج على ماتش للكورة في حياتي يعني اول مرة في حياتي اشوف اللعيبة على الطبيعة كان في روسيا فعلا بنا قلت انت مع انت من مرتدي الاستداد بقى بالعكس اول مرة اشوفهم مع الناس اللي شفتهم واخر مرة ان شاء الله واخر مرة مش هروحها والنابلة والدنيا ايه حتى خلاص ده انا مش فهمة يعني عايز اقول لك وحيات رسولي وحيات ربي احنا ما شوفنا ايه اللعيبة الا كان في الملعب زي بقية الناس اللي قاعدة تتفرق وكان جسمنا يعني بفرحنين وبعدين اولا ده عايزين يقول مكسب واحد بس يكون مكسب لكل المصريين والكل العالم العربي والكل الاجانب اللي راحوا كاسي العالم ده فخر ذات حده ذات حده يعني في حد ذاته في حد ذاته انه فخر ان انت وصلت لكاسي العالم يعني ده نقول ليه بنحبط الناس يعني اولا بكل الناس خسرت ثم مصر خسرت من قبل احنا ما نروح مصر خسرت بعد احنا ما روحنا العالم العربي كله خسر بعد ما كل الناس سفرت حتى اللي بيطحن البن الرجل بتاع الكورة ده اسمه ايه وبعدين المدرب العجوزي اللي هم جايبينه التوكتوك ولا اسمه الوفر ده اللي اسمه ايه اسموبر ولا توكتوك كوبر هو ده انا عايز افعل كوبر ده كان كفاه عليه يجيبولهم الشباب يخططولهم يعني انت كنت مع تغيير كوبر لا يعني انا بشوف في الناس النقاط الناس كلها عمالة بتتكلم فانا بحول اهتم بالكورة اللي يلبسوني عمتها دي وانا مش فهماها يعني انا مليش اي علاقة ولا زمالي اللي كانوا معانا والله والله ورسول الله انا ما طلعت من القتيل الا على المطش وعشان الحلفان ودوني تاني يوم صوروني صوروني على الشاشات اللي بيخطها في الشوارع اللي هو الارية بتاع حضور المشجعين ده اسمالي عليك ودوني فيها عشان أبقى حلفت ان انا روحت تشوقني المكان ده بس ولا اعرف حاجة عن كده خالص اولا كله ظلم في ظلم الحاجة اللي بقولها لك ان كل الناس روحت يعني عايز افهمها وفي حد تاني كسب مين اللي كسب العالم العربي كله خسران العالم الاوروبي اذا كان اللي بيضحانوا البونس ما ايه اللي بيحبوا الكرة اول راجل بتاع البرازيل انت بتكلمني عن البرازيل و انت بقول لي كله رو والارجنتين والمانيا والاسبانيا كله سلاموا عليكم ونعمل ايه باحدة ربنا عاوز كده طب نعمل ايه احنا بالزنبنا وزنبي ان انا روحت اتعزمت قالولي معزومة في كاس العالم لما انا كن معزومة اذا كنت انا روحت نزلت في المياه عشان قالولي تحية المصر نزلت مع رامز في وسط المياه وانا ما بعرفش عمه بخب جدا انا ست وطنية بحب بلدي وانت لما تقدملي تذكرة وتقول لي تعالي مش تذكرة ولا قلتلي انت تروح تحية مثلا في الحتة في اللي نهي بلديك هروح في اي حتة من غير ما فكر اه من غير ما فكر انا وطنية انا الدم اللي ماشي في جسمي ده دم مصري مش مية الله انت تقول لي تعالي في اي حتة هروح طيب انا امشي معاكي خطوة خطوة بس انت كوي يعني بتقولي اه يعني عشان بس كل الكلام بقى اللي قيل انت من الفندق للاستاذ يعني حكاية ان في في عبدو اه في فندق اللاعبين في في عبدو هي السبب اللاعبة ما ركزتش بسبب في في عبدو نعم وانا شفتهم اللا زي زي اللاعبة زي ان بقيت الناس كلها في الناج وفوقه كمان قوي ولا حد شايفني ولا شايف ده انا كان نفسه شوف اللاعبة شفتهم من الشاشة لانا مش شايفة مش شايفة الناس من تحت انا شفتهم زي زي بقيت الناس ايه اللي يجروا من اللي انا عملته لبسوني انا العمة وقالوا في في عبدو هي اللي راحت وفي في عبدو اقتحمت مش عارفة ايه يا سلام مش فيه ادارة كورة موجودة تدخل اللي تدخلوا ما تدخلش اللي تدخلوا ولو في حد دخل وتصور معاكي ببقى مسئولية المسكين الكورة انا دلوقتي اقدر اخدش على استوديو بتاعك يا استاذ واقل من غير علمك لا طبعا زي ما انت بتقولي صح ده مسئولية المشرفين على الفريق وعلى الجنب الديدار المفروض هم اللي بيدخلوا مين وبيخرجوا مين اذا في صورة وحد الله لي او لزمائلي يفضلوا يجبوه احنا ما نعرفش حاجة عنهم ما نعرفش ما فيهن اساسا احنا رحنا زينا زي بقيت الناس واخدنا شتيمة ملاش اي معنى والناس دي لازم تتعاقب اللي بتقالي ده بعال الفنانين عمتا الفنانين دولا مش شوية يا استاذ اه بس خلي بالك الناس كلها خدوا يعني سابوا الناس كلها تماما ليلة علوك هيتم موجودة الهام شهين بس كله العنوان الاساسي فيه في عبد فيه في عبد اللعبة مركزيتش بسبب فيه في عبد يا سلاة ليه بقى ان شاء الله يعني حطة ايه مش تعارفة طلع ايه يعني بقهمهم في الملعب وبعدين انا عايز اقولك حاجة يعني اولا يعني اللعبة اكيد ان لعبوا طول المتشاط واسعدونا كتير جدا اللعبة هيا الناس مبترداش على اي حد يا استاذ واقل يعني نجح كسب زعلانين منه كسبان هيصوله خسر زعلانين منه الكورة فيها خسارة فيها مكسب بعدين اقول لخضرتك انا رأسها للفيفا الفيفا مش بصور الكورة الفيفا هنا بعد رجوحهم على مصر بتلاتين سنة انا اللي رأسطلهم هنا في مصر اذا سنت كم من كم سنة يعني من 15-18 سنة كانوا اول مرة يجوا مصر بعد عمر تلاتين سنة اللي بيحبوا الكورة بيقعد يحسب رأسل الفيفا ايوة انا اللي رأسطلهم في مصر يعني عايز اقول ده كانت حفلة مقامة طبعا في شيرتون الجزيرة وقيت لهم من النيل وانا لابسة الفرعوني وكان حاجة مشرفة جدا احنا طول عمرنا يعني مش فاهمة ايه 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 البصة الرديقة اللي بيبصواد الفنان لا انا هتكلم معاك بقى في ده اللي هو اتكلم معاك في ده اه انت عندك احساس ان الفنان مدان مسبقة الناس بتتعامل مع الفنان انه ماينفعش يبقى في مناسبات جد بهذا الشكل الناس متوقعا ان في جدية وعايزين نفوذ فاصل الفنانين دول بتوع التسلية هما دول بتوع الهاء الهاء اللاعبين ليه ليه التعامل مع الفنان انا واحدة يا استاذ وائل في دمن دمن ملايين ده انا طلعت السلالم وانزلت السلالم لما طبحت الدم انا كنت عايز اروح اساسا انا ماليش في اللعبة يعني كنت عايز اروح يا ريتك لقيت عربية انا ماليش حاجة خالص انا لو لقيت عربية وحيات القرآن من كتر السلالم اللي اطلعتها وانزلتها قلبي وجعني يعني بقى اهددها وتشتمت كمان وكمان جابوا جابوا بقى خدت بالك انت كل الحملة مش عليا وعلى زمايلي ليه ما عملناش حاجة وانت لو قلت لي تعالي انا مصرية تقول لي تعالي في اي حتة حي بقى لك هروح حيية وبعدين كانت ترخير الدنيا ان هم صعدوا لكاس العالم ده لا خلينا ده جانب بقى انت مش كوبر بقى خلينا ده الجانب ده نتكلم عنه بتاع كوبر ولا بتاع توكتور بتاع مين اه انت مساميها توكتور اشان كوبر انا مش عارفة اسمه اين اسمه كوبر كوبر ايه هو كوبر وبعدين يا استاذ كوبر انت اللي عيب ارتوع قصيرين يعني مثلا في المطش اللي انا حضرته انت حضرت بتاع روسيا روسيا اه الروسيين يا استاذ وائل طوال اه طوال زي صنافور المحطة كده اه خدت بالك انت وارجوي كانوا اطول يا اخي واجه لعيبك حتى ده انا ما بفهمش في الكورة لو انا بقول لي موسيقي قاعد بيطبيه اللي هقوله بشويش عشان هوجهه انت اللعيبة بتوعك مش كلهم طوال عملين يلعبوا كور طويلة بتدولوا كورة بقى ويحطها في اللي في جون الله طب ما تقول لي لعيبك يلعبوا على الواطي عشان اللعيبة يدروا يلقوا نفسهم ده ايوب كتيرة جدا انا ما فهمش فيها الناس بتقول لا بس انت بتفهمي هو الله في لا يعني انا بصيت انا بصيت ما وضعتش الخطة ليه ما اخدتش كورة ما انا كان نفسي بقى لو شبتان التوكتوك ده انا كنت عملت بقى الخطة يعني اعمل ايه يعني اللعيبة بتوع 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 البلد دي روسيا طوال طوال قبي ده صحيح وعشان كده اتفاض طيب خطوة خطوة تاني يعني اولا حكاية الفنانين والهاء اللعبين وتفقدهم تركيزهم ده يعني ما فيش فنان او فنانة او انت شخصان ما روحتيش خالص ولا حد مننا من زميل راحوا انا كمان بحكم على زميلي كان معايا الاستاذ اشرفزاكي وكانت معايا مادم لقي العلوي الهام شهين بوسي شالبي كل اللي كانوا معانا في القوتيل ما تحرقناش من غير بعض احنا تحرقنا مع بعض لا شوفنا العيبة ولا نعرف هما فين ولا عندنا فكرة ما تفهمش احنا تدبسنا ودخلنا في الموضوع ده ازاي انا ما اعرفش تدبس حد زقوكو يعني لا ما زقنا ده حد بيتسلة يعني مش لقى حاجة يقولها لا لا انا اشتركوا في القناة